كاميرا وصباح الخيل لكل مشاهدين جمعة مباركة إذن أمطار ستعيشها المناطق الشمالية خاصة الوسطى وكذلك الشرقية مع هبوب رياح قوية تصل إلى 50 كم في الساعة بينما المناطق الجنوبية تستمر الأجواء الحارة خلال نهار اليوم بإذن الله وكان قد أصدر ديوان الوطني للأرصاد الجوبية تنبيه يخص إن شاء الله كل من ولاية الجزائر العاصمة عين الدفلة، تيبازا، البوليدا، سكيكدا، جيجل، تيزي، وزو وبجاية بتساقط أمطار كانت بداية من التاسعة من صباحة اليوم وتستمر إن شاء الله في التساقط إلى غاية السادسة من مساء اليوم وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي تؤكد على أن الأمطار ستبقى تخص المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية إلى غاية يوم الاثنين إذن سيكون في التغير نوعا ما في الوضعية الجوبية مع تسجيل تراجع طفي في درجات الحرارة القصوى على المناطق الشمالية في انتظار عودة الأجواء الحارة بامتياز بداية من يوم الأربعة أكيد أكثر تفاصيل ستكون في موعدنا الإخبارية اللاحقة وحسب النشرية الخاصة تؤكد على أن الأجواء الحارة تستمر فيما يخص كل من ولاية برج باجي مختار أدرار تيميمون وإن صالح درجات حرارة قياسية تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الظل ودرجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 34 و39 درجة إلى غاية يوم الأحد المقبل بإذن الله وفيما يخص مشاهدين توقعات نماذج الرقمية للرصد الجويد تغير في حالة تقص على شمال الوطن تراجع طفي في درجات الحرارة القصوى وكذلك خاصة الدنيا المسجلة خلال الفترة الليلية على المناطق الشرقية للوطن لكن على العموم يعني تبقى درجات فصلية تقارب 30 درجة بالجزاء العاصمة كذلك بيعنها بجي جيل سكيكدا وبجايا 32 درجة بوهران عينتي موشان توامست غانم حوالي 39 درجة بشلف غنيزان واسيدي بالعباس عين الدفلة 38 درجة إن شاء الله تيسم سيلة بو سعادة والمسيلة تصل إلى 40 درجة قل مطارف والسوق هراس في حدود 39 درجة إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم المناطق الجنوبية 50 درجة دائما فيما يخص إنسا لحبر جباجي مختار بني عباس 45 درجة بإليزي وجعنات تنخفض على بشار ستقارب خلال ظهيرة اليوم في حدود 38 درجة للإشارة حتى الولايات الجنوبية يرتقب بكم في تساقط بعض الأمطار الرعدية على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوكار والتاسيلي الضعب بالمقاوز له دائما خلال الصباح الباكر على السواحل الوطنية في المقابل تبقى نسبة الرطوبة عالية على أغلب المناطق الساحلية تتعدى 80 بالمئة خلال ظهيرة اليوم على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية أما المناطق القريبة من السواحل تصل إلى حوالي 55 بالمئة الرياح القبيل أيضا ستخص أغلب المناطق الساحلية ولهذا البحر سيكون هائج خلال النهر اليوم وحتى خلال الأيام القليلة المقبلة السباحة ممنوعة على أغلب السواحل الوطنية رياح قوية علو الأمواج تروح بين المتر إلى المترين حرارة مياه البحر تقارب 25 درجة وعلو الأمواج تروح بين المتر إلى المترين على أغلب السواحل الغربية الوسطى والشرقية ويبقى البحر جد مصدرب على السواحل الوسطى والشرقية إلى غاية يوم الأحد بإذن الله إذن مشاهدين تقص الممطر على شمال الوطن مع أجواء حارة فيما يخص المناطق الجنوبية خلال ظاهرة اليوم الجمعة بإذن الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك ساميرا